أعلن عالم سويسري إسلامه بسبب قياسه لهالة نورانية منتظمة للمتوضئين من المسلمين وقال بعدها أن المسلم أنظف وأطهر إنسان يمشي على سطح الأرض والقصة بدأت عندما كان عمر العالم السويسري روبرت كينزي 63 سنة وكان لديه جهاز يسمى سيرمال فيور يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة تصور الهالة أو الكارما المحيطة بالإنسان والهالة تتكون من سبع طبقات ابتداء باللون الأحمر وهذه الهالة لو انتظمت يكون الإنسان مطمئنا هادئا وقد قام العالم روبرت كينزي بتجربة حيث جاء بخمسين ألف شخص من أوروبا وصور لهم الانبعاث الحراري لكل واحد منهم وكان يستخدم هذه الطريقة لتشخيص الأمراض فوجد أن الخمسين ألفا الذين صورهم هالتهم غير منتظمة ففكر أن الهالة هذه طبيعتها حتى جاء بقدر الله رجل من نيجيريا فلما صوره وجد هالته منتظمة فسأله العالم السويسري عن سبب هالته المنتظمة فقال له أنا لا أمشي إلا بالوضوء فعلم العالم السويسري أن الرجل النيجيري مسلم فقال للنيجيري هل إذا توضأت أنا تنتظم هالتي فقال له نعم لكن يجب أن تغتسل أولا فأخذه الرجل النيجيري وبطأه وضوءا إسلاميا ثم صور نفسه فوجد الهالة تنتظم وبما أن العلم يعتمد على التكرار في التجربة جاء سبعة وثلاثون ممن يعملون في قسمه وصورهم بعد أن اغتسلوا ثم توضأوا فوجد أن هالتهم كلهم قد انتظمت تماما بالرغم من أنهم غير مسلمين وهنا أعلن العالم السويسري إسلامه والعالم السويسري روبرت كينزي حفظ القرآن الكريم وسنه سبعة وستون سنة وسمي الجهاز بمقياس الإيمان وأصبح لا يعطي لمرضاه أي مهدئ وإنما يأمر مرضاه بالوضوء الإسلامي كما اكتشف العلماء حديثا أن الوضوء يعطي طاقة إيجابية ويخلص من التوتر والضغط العصبي فسبحان الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم القائل إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة مسلمة اسما وعلى الأوراق فقط حيث أنها لا تقيم صلاة ولا تصوم ولا تعترف من داخلها بالعبادات كافة فقد تأثرت أثناء وجودها مع والدها بإحدى البلاد الأوروبية بزميلة لها غير مسلمة لا تعترف بالأديان وبعد أن أكملت دراستها الجامعية عادت وتم تعيينها بوظيفة حكومية وتزوجت من زميل في العمل بعد أن وافق على تبرجها وعدم مناقشتها في شؤون الدين كان الزوج يظن أن زوجته سوف تتغير مع الأيام وستبدأ في إقامة الصلاة والصيام وغير ذلك من عبادات مثل أي سيدة مسلمة ولكنه فوجئ أنها تتحول من سيء إلى أسوأ فعندما حدثها أكثر من مرة عن ضرورة إقامتها للصلاة وكل العبادات صارحته بأنها لا تعترف بهذه العبادات ولا بوجود فرض من هذه العبادات فأصيب الزوج بالذهول وقال لها بغضب أنت في الشهر الأخير من حملك وبعد ولادتك سيكون لي معك تصرف آخر وضعت الزوجة حملها وبعد يومين وأثناء إرضاعها لابنتها وصل الحليب دون أن تراه إلى عينها فتعلقت عيناها إلى أعلى وظلت هكذا دون أن تحرك أطرافها فأسرعت بها إلى المستشفى وهناك أخذ الأب يدعو الله لابنته بالشفاء بينما الأم اكتفت بالبكاء وبعد أيام تم الشفاء للطفلة بعد أن كادت تموت كما قال الأطباء بسبب ضيق في التنفس أخذ الزوج يتعامل مع زوجته بهدوء لمدة عام كامل ويشرح كل يوم مجموعة أدلة لوجود الله مع ترديده لأسمائه الحسنى ومنها السميع الرحيم الشافي الذي استمع لدعائه ورحم ابنته وشفاها وطلب من زوجته أن تتوب إلى الله وعندما ظلت في عنادها طلب منها مغادرة البيت والذهاب إلى أهلها وأن لا تعود إليه إلا بعد رجوعها إلى الله فذهبت الزوجة بابنتها إلى أهلها وبعد مرور عامين من مغادرتها تعرضت الإذنة لأزمة شديدة وكان لابد من إجراء عملية جراحية لخطورة حالتها فأسرعت بها الأم إلى المستشفى وأثناء إجراء العملية سمعت الزوجة والديها وزوجها يرددون وبدموع عيونهم يقولون يا الله يا الله وبدون أن تدري وجدت نفسها تبكي أيضا وتردد يا الله يا الله وشعرت براحة نفسية كبيرة مع هذا الدعاء واطمئنان لم تشعره في حياتها فتأكدت أن الله حق وهو موجود ولا نستطيع الاستغناء عنه ولا إنكار وجوده وقالت لزوجها لقد أحسست فعلا في قرار نفسي أن الله موجود ونحن جميعا لا نستطيع الاستغناء ولا الابتعاد عنه لقد وجدت الله الخالق المصور المحي القاهر القادر على كل شيء لقد تبت إليه ولن أترك نفسي للشيطان مرة أخرى أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون حمزة شاب فقير على خلق ودين رغم حصوله على شهادة من جامعة الأزهر إلا أنه يعمل سائقا خاصا لرجل أعمال ولأنه يحب الإسلام حبا كبيرا نفذ فكرة جميلة يساعد بها في نشر الإسلام أينما ذهب فقد اتفق مع مالك السيارة أن يسمح له بأخذ السيارة كل يوم بعد انتهاء عمله لمدة أربع ساعات ويعطيه فقط نصف مرتبه وخلال الأربع ساعات كان يضع لافتة على زجاج السيارة الخلفي كتب فيها بعدد من اللغات إن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فما عليك إلا أن توقفني ومع أول يوم استوقفه رجل أجنبي كان يقود سيارته وبجانبه ابنته الشابة وقال له بلغة إنجليزية أريد أن أعرف عن الإسلام الكثير فابتسم حمزة للرجل ثم فتح مؤخرة السيارة وقد قسمها إلى أقسام وفي كل قسم مجموعة من الأشريطة والرسائل بلغات مختلفة تتحدث عن الإسلام ثم أعطاه شريطا وكتابا بنفس لغته وتمنى من الله أن يوفقه للإسلام وأثناء ما كان يسير بالسيارة لمح شابا يحاول إيقاف تاكسي ليحمل أمه المريضة الواقفة بجانبه تتألم فأسرع إليه وساعد الإبن في إدخال الأم بالسيارة وأخذ طريقه للمستشفى وعندما وصلوا إلى مدخل الاستقبال رفض أمن المستشفى دخول السيارة إلى الداخل وقالوا لهم يدخل واحد فقط ويأتي بكرسي متحرك لحمل المريضة إلى الداخل وفعلا نازل ابنها مسرعا لكي يأتي بكرسي لأمه وبدأ حمزة يتحدث مع الأم المريضة لأنها كانت تتألم من التعب وفجأة شعر بها تحتضر فاقترب منها وقال لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فرددت الأم الشهادتين ثم نظرت إلى حمزة وابتسمت وخرجت الروح فابتسم حمزة وقال الحمد لله ماتت على الشهادتين وبعد أن لفظت السيدة أنفاسها وصعدت الروح إلى ربها وصل بعدها ابنها وأمامه الكرسي المتحرك يحركه مسرعا لكي ينقذ أمه فأمسك حمزة بيده وقال له البقاء لله لقد توفيت يا أخي ولكن أبشرك الحمد لله رب العالمين أنا لقنتها الشهادتين ونطقت بهما جيدا نظر الإبن إلى حمزة في غضم شديد وتحول إلى وحش ثم لكمه لكمة قوية وقال له في حزن شديد الشهادتين لماذا فعلت بها ما فعلت أنا نصراني وأمي نصرانية أنت فعلت مصيبة لقد حققت لها حلمها ورغبة كانت تتمناها منذ أربعين عاما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فرح حمزة رغم الألم الذي أصابه وفي اليوم التالي ذهب حمزة إلى مكان هذه السيدة وبحث عن تاريخها فعلم أنها قطعت شوطا كبيرا لفهم الإسلام وكانت مقتنعة تماما به وأصبح اعتناقه حلما من أحلامها وأنها قد قررت أن تعلن إسلامها بعد الشفاء من مرضها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ترجمة نانسي قنقر